في معهد السلام التابعي للكونغرس الأمريكي في العاصمة واشنطن عقد مؤتمر لبحث تدخلات روسيا في الدول المجاورة وسوريا على وجه الخصوص والتأثيرات السلبية لهذا التدخل على النظام العالمي بحضور متحدثين من الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري على روسيا أن تستجيب للمطالب الأمريكية والدولية وعدم استمرار العبث بالمناطق الغير مستقرة وزيادة الإشكالية العالقة خاصة في سوريا يجب على روسيا أن تقوم بدور بناء في المنطقة خلال تواجدها بدلا من عرقلة إيجاد حلول للاستقرار صلت المؤتمر الضوء على مواصلة موسكو لأكثر من عقد حملة لتخريب النظام العالمي الليبرالي وتقويض الأعراف العالمية من خلال التدخل في سياسات الدول الأخرى ودعم الأنظمة الدكتاتورية من خلال استخدام نفوذها الدولي وهذا ما تكرره روسيا باستخدام حق النقط المستمر فيما يخص بإيدانة نظام الأسد بما يخص الوضع السوري على روسيا أن تقوم بإيجاد حل لتقويض أي خروقات من نظام الأسد حيث لا يستجيب للمطالب الدولية الجيش الروسي تواجد في المنطقة وعليها أن يكون حلا لجلب الاستقرار لها وفيما تمت مناقشة العلاقة الروسية الأمريكية المستقبلية والتي تتجه نحو مزيد من التصعيد في الآوينة الأخيرة فيما تسعى الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الموسكو لتقليم أظافرها الدوليا والحد من خروقاتها الأمنية المزعزعة باستقرار المنطقة فيما تشدد إدارة ترامب أن المحافظة على استقرار الجنوب السوري هو مسؤولية روسية نرى خطوات بطيئة وحذرة لتحسين مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا فهل تكون مسألة الجنوب السوري حجر عثرة في فتح صفحة جديدة؟ كينانا الشريف، أورينت نيوز، واشنطن